شرب الشيشة شرب الشيشة شرب الشيشة التهاب حد أو التهاب مزم التهاب الحد يأتي حد يعني إيه؟ يعني حصل حاجة فورية نتيجتها يحصل التهاب ليه؟ التجويف الداخلي للأنبوبة كأنه يحصل فيه صديد جوة في الأنبوبة وفي السلية وفي الأهداف اللي موجودة لبطنة الأنبوبة داخليا أو حتى خارجيا على الصواب الخارجية يأتي من إيه؟ أكتر حاجة على الإطلاق الأمراض الجنسية أكتر حاجة على الإطلاق الأمراض الجنسية عشان الناس ما ستسهل شيء هل نعمل إمتى بمسؤولة الأمراض الجنسية؟ نعملها عشان أحنا بدأنا أول حلقاتنا زمان كانت في الحلقات الجنسية طبعا طبعا في الأمراض الجنسية طبعا عاوز أقولك دكتور أيمن تخيل أن يضاف سنويا سنويا في أمريكا بلد التقدم المفروض بلد حول الإنسان والتمادين سبعمائة وخمسين ألف امرأة من التهاب الأنابيب بسبب العدوى الجنسية رقم ثلاثة أربع مليون امرأة تضاف سنويا تضاف سنويا يعني بمعنى داخلها خارجة من المرض وتضاف تانية بيحصل أي كأنهم طبور طويل بيضاف كل سنة في الطبور سبعا وخمسين بسبب أكتر حاجة على الإطلاق السيلان والكلميديا الجنورية وكلميديا أكتر الكلميديا أكتر الاتنين موجودين الاتنين نوعين من البكتاريا اللي موجودة يجوا عن طريق الجنس وده لأكتر حاجة اللي ممكن تصاب الأنابيب الأنابيب لما تصاب ممكن يما تصاب هنا بروكزمان أو في النص أو في الآخر يعني حاجة ممكن تعمل إنساد بقى في الأنابيب يا جزء الأولاني يا جزء في النص يا جزء في الآخر جزء الأولاني في الغالب التهبت الجزء اللي في النص في الغالب رابط أنابيب الجزء في الآخر في الغالب بيطانية راحة مهاجرة أو زايدة دودية التهبت أو انفجرت أو أي مرض من أمراض الحود أو عمليات جراحية قبل كده تمت في الحود كاستقصال ورم ليفي أو كيسرية قبل كده أو إن ممكن تكون تعملت عملية في الوجي رسكشن في المبيض أو شيل كيس من على المبيض أو شيلة درمويد من على المبيض وخصوصا بالعمليات الجراحية درمويد ده نوع من الأيواء عن أكيس هجب أه اللي ممكن تكون كله خاص لما يكون عمليات جراحية مفتوحة عشان كده دايما بنقول نتمنى إن ناس كل الأطباء يحظوا حظوا إيه الجراحة المنظرية جراحة المنظرية لأن ده الجولدين أي أو العين الزهبية للتشخيص وكمان للإجراء الجراحة بأقل تكلفة مرضية على المريض نفسه بأقل تكلفة حقيقية على المريض نفسه تكلفة مرضية مرضية بمعنى إنه ما يحصلش مضاعفات وبيبقى الوان داي وممكن بعد ساعتين يروح المريض وممكن يأكل ويشرب غير ما يكون عملية مفتوحة لو بصنا ببعض الصور اللي تؤكد إيه اللي إحنا عوزين نوصله للناس نحتفقنا إنه إما الإنسداد بروكزمال أخصوص الإلتهابات وفيه إلتهابات حتى لو كانت ناردرا زي فيه حاجة اسمها آآ شجولويدز يعني حاجة زي الشجلة شجلة شجولويدز حاجة شبه هكده كان المريضة تسعة واربعين سنة لأنهم مكروبات بربعين نستعرف اسمها نحن هنا لما بنقول الأنبوبة وإحنا قسمناها إلى هنا ثلاث آآ عشكة زمننا قدل اسمس اللي خارج من الأنبوبة من الراحم مباشرة الأنبولة دي أوصح حتى في الأنبوبة وبعدين الفندبلم اللي هي الجزء اللي بعد الإفنبريا الآخر جزء اللي موجود فيه مسميات حتى بس عشان إيه لا بس نستحفظ يعني الأنبولة معناها على فكرة الأنبولة ده اسم في الطب يعني أشيء المتسع المتسع عوز حتى الهليز نماشي لو صور تاني عشان نوري الناس اللي تستقعون هنا إيه وظيفة الأنبوبة؟ وظيفة الأنبوبة إنها بتاخد البيضة من المبيض وتمشي رحلة البيضات في الأنبوبة إيه لأنها تصل للراحم لو كانت دي لسه بنت لكن لو كان حصل جواز يعني يحصل جماعة الحياة المان ويوصل يخش من الرحم تجويف الرحم ويوصل للأنبوبة ويقابل البويضة عند الأنبولة دي ويوصل يحصل الانقسام والإخصاب هنا وتتجه أثناء داخل الأنبوبة الانقسامات تتم من الغاية لما يصل إلى مرحلة البلسوسيست وتتزرع بقى تخش في الرحم ده كلام التسيولوجي الطبيعي ده الحاجات اللي بتحصل هنا دي تلات أماكن اللي شائعين جدا يحصل فيهم التساقات اللي هم الدواير دولة يقام في علاقاتها بالراحم مباشرة يقام في الميدلوي في النص الأنبوبة يقام في آخر حاجة علاقاتها بالمبيض تحت في الأنبوبة لها الحتة الأخيرة اللي قبل ما توصل للمبيض احنا هنا كده شكينا إن حصل انسداد في الأنبيب نتيجة الالتهابات الموجودة وهنا اتفقنا قدل اسم تتبقى الحتة ديقة والأنبوبة انتفخت تشوف الأنبوبة اليمين من الشمال انتفخت نتيجة الالتهابات المتكررة ونتيجة الأنبوبة بقت اتقفلت من هنا والارتشاح اللي بيتم نتيجة الخلايا الالتهابية اللي موجودة ويبدأ يحصل التساق طبعا أنا عايز ألبش لحاجة الشيشة ده لسه يا نص الله ده داخل الأنبوبة زي الالتساقات بتبقى داخل الأنبوبة من جوه فتقفل الأنبوبة عشان كده لما بنعمل أشعب السابغة ولو وقفت السابغة عند الالتساق ده نقول الأنبوبة مزدودة هنا وأحياناً وإحنا بنعمل أشعب السابغة الالتساق ده ممكن يبدأ يتلاشى يعني يقدر يتمزع يعني يبدأ الوية تانية يتفتح فتلاقي المريضة بالرامكة نبيب مزدودة وقلناها لا مزدودة تحمل بعد كده إلا الأنبوبة هنا تساقت عند العلاقاتها بالمبيض وبدأت تنقفل الفمر الاندي من تحت فتبدأ يحصل ارتشاح بنولي الصور هنا ليه لان بعد كده هنقدر نقول ايه هي دي حلها ايه تتشال ولا تتسلك على الرأي ايه لبساعتها لما نخش بمنظار ونشوف هنقدر نسلك ولا ايه ده ده رحم تشال بالمبيض ده جار طب رحم تشال بالأنبوبتين عينة ها الأنبوبتين يمين وشمال لو انت تلاحظ الأنبوبة اليمين مسودة والشمال كان فيها برضو ايه تلاقيفات الشمال دي كان فيها صديد وحصل فيبروزيس والتساقات فتشالت والناحية التانية بتادي حصل فيها جنجرين فتشال الرحم بالمبيضين على بعضه بالأنبوبتين ده بقى في علم الأمراض ده مهم أولا كل ده بتبقى المرضى بتشتكي من ايه المرضى تشتكي بتاعت التساق الأنبيب أو انسداد الأنبيب أو التهاب الأنبيب لو كان أكيوت لو كان حاد بتشتكي ان فيه ألم شديد جدا في أسفل البطن ممكن مصحوب بإفرازات راحتها كريهة ويترفع في درجة الحرارة وممكن ييجي يكون معاها ألم في الجماعة لما بيحصل الجماعة ده البداية اللي ممكن تقول إن فيه ألم حاد الألم المزمن ممكن ييجي نتيجة إيه بقى اتفقنا لو فيه عمليات جراحية ونتيجة التهابات متكررة أول ما يحصل ممكن الجماعة يجي يستوطن المكروف عنق الرحم ويقعد لمدة طويلة ويعمل شاور يبدأ يبعد يبعد يتكاسر فيه فيبقى أصلا استوطن وعمل التهاب في رحم وبعدين يطلع من عنق الرحم من هنا يبدأ يخش من عنق الرحم على بطاعة الرحم يعملها التهاب وخش في الأنبيب يعمل كمان التهابات في الأنبيب يبقى كمان لألتهاب عنق الرحم ممكن يؤثر بشكل أو بآخر على التهاب الانبيب وصلنا إلى أن المريضة دي جت بألم حد وعالجناها وأحيانا كثير جدا تتحاجز إلى مساشفة واتخذ أدوية بشكل معين الدولتسا سايكل ده الإسم العلم بتاعه وممكن زي الدولسين يعني ونأخذ حاجات للحرارة وممكن مريضة تقعب مدة طويلة يأمة تتحل المشكلة يأمة تتحول إلى بايو سالبينغسو تبقى في صديد في الأنابيب وفي الحالة زي كده هنضطر أن نخرج في الحود هنضطر أن نفتح ونستقص الأنبوبة برمتها فأدي إيه أنه ممكن تأتي الشدائد من مززر الشراري اللي هو العلاقة الجنسية اللي ممكن حد يتابعها أنه بيعمل علاقات جنسية كتير متجررة أو بنت تتابعها كده ومش عارفة يعني بينها وبين أكرانها نتفعنا في ناس للأسف فهم الحرية بطريقة غلط طيب خلاص وصلت المشاكل اللي موجودة في الأنابيب طيب آه الشيشة ما بدأت بعد كده يحصل ارتجاع للتي بي أو السل أو الدرن الرئوي كان الدرن ده اختفى من العالم كان يختفى وكان ما كان قليل دلوقتي رجع تاني هو والزهري رجع تاني وبيرجعه كمان دايما البكتيريا يقولك لما بترجع بجنريشن بيطلع بجنريشن حصل فيه تحورات آه يعني كمان بقى يقاوم العلاج اللي كان سنوات العمر هو متاخد يعني بيتعالج كان الأول حساس أول للمضاد ده فكان يقتله بسرعة دلوقتي بيجيلك وهو تحور ضد المرض ده بقى خبيس جدا ويتغلف ويقدر يتديله العلاج كأنه كمان ايه بيتغز على العلاج ده بالزبط كده فقد ان التبي ومشيشة المتكررة وممكن لتتنير تبقى في الدرن في الرئة وبعد كده تبدأ توصل ساكندري عن طريق الدم وتوصل وتتحوصل في الأنابيب والأنابيب بالذات حساسة قوي تجاه الدرن طبعا حساسة جدا من ضمن الحاجات برضو اللي تأثر على الأنابيب وانسدادها والألام اللي موجودة فيها بتنت رحم المهاجرة الاندومتروزيس اللي ممكن ييجي يترصب على الأنابيب خارجيا ويعمل ألم شديد جدا وممكن تتشخص المريضة على أنها ممكن زايدة وممكن تعمل عملية على أنساس أنها زايدة شد انتباهي كانت مرة حالة جات اشتاكت مرة أنها كانت متجاوزة ومخلفة وطلقت وبعد كده اتجاوزت حد تاني وبعدين ما بتحملش وكان في الفترة الأخيرة بدأت تاخد مناشطات كتيرة جدا وبعدين ما بيحصلش حمل عملنا أشعة بالسابغة لقيت السابغة مزدودة في الأنابيب الأنابيب مزدودة ما عملتش عاملات أجراحية قبل كده ولا كان لها تهبات ولا جالح حرارة قبل كده ومريمشك ويسا طبعا يعمل منزار ما أعمل منزار لقيت الأنابيب أصلا مربوطة يعني عن عمد كان في الولادة الأولانية حصل رابط الأنابيب وبكونسنت والزوج كان ماضي على كده بس لم يعلم الزوجة إنها ما كانش عايزة تخلف تاني وده كمان عشان كده بنقول إيه أي مريضة داخل قدة عمليات عايزة تعمل رابط الأنابيب لابد من موافقتها شخصيا قبل موافقة الزوج يعني مش موافقة الزوج كافلة جدا لأننا مراتي مش عايزة تحمل تاني لازم الاتنين يوافقوا على كل أي عملية جراحية هتتم ليها للزوجة لما تتم ليه هو موافقته لوحده لكن لما تتم لي الزوجة يبقى موافقتها وموافقته يعني حتى تتم ليه هو لو هو فكرة رابط لو هو يربط الإبداة دميس هعمل أي عملية أو حتى أي عملية حتى عادية هو فيه في مصر تعمل رابط النقل ما بتتماشي هنا في مصر لكن أنا بتكلم لو هيعمل أي عملية المية حتى لو هيعمل زايدة هو بيمضي كونسنت النفسه طالما هو كامل للأهلية بيمضي كونسنت النفسه لكن لما تجزوجة لازم ينتبقى موافقتها وموافقت الزوجة هذه حاجة لما نيجي نقول إن إحنا شكنا دلوقتي إن القنابيب دي انسدت إيه الدليل إن القنابيب دي تسدت؟ ونوصل لتشخيصها إزاي؟ ما يطلق عليها بالهسترو سلبينجو جرام أو الأشاعب السابغة يتأكد إن القنابيب دي مزودة أو لا وهذا الباب الجدل الواسع للأشاعب السابغة لبعض الناس ولبعض الأطباء يقول لك دي موضة قديمة ومن عصر الحجري وإحنا لسه بنستغل لغاية دلوقتي بالسبغة والإيه السر إيم أو الأمريكا سي سايتي أوف ميديكار ايه روبريداكتف ميديسن اللي هو بقى الجمال الأمريكيين اللي خصوه بقى تقول لك لغاية 2011 إن الأشاعب السابغة ما زالت الطريق البسيط على تشخيص النبيب دي ساركة أو لا لما دي نشوف الأشاعب السابغة هنا ونحاول بالديوجرام نقرر ما بين الاتنين بنحل الأشاعب السابغة فلاقينا إن الرحم اتملأ بالأشاعب السابغة الرحم المسلس المسلس الفوق وعلى اليمين الأنبوبة سليمة على الشمال الأنبوبة بدأت تتكون فيها السابغة وتعمل الشكل ده كأنه شكل البجعة أو شكل أي حاجة على ناحية الشمال ده وده معناها إن السابغة توقفت في النهاية خالص وبتدت تملى الأنبوبة هادي صورة من الانسداد الأنبوبة لو نشوف صورة تاني دي معناها دي صورة تاني بس بالصنار يعني معنا كده سابغا بعد يعملنا الصنار لا ده صورة تانية صنار لوحده بس كانت هنا الأنبوبة مليانة وارتشحت لدرجة النساء الموجود جوه لو أنت تشايف مثلا إيه شكل الأنبوبة هون لغاية في الأخرة ونهايتها وبقى فيه ارتشاح جميعا يسود قوي يبقى سائل يبقى سائل في السوار نشوف صور تانية نشوف السوار اللي بعد كده ده شكل تقليدي طبيعي جدا قاعد الرحم في النص ودي أنبوبة يمين وأنبوبة شمال حقالنا السابغة خرجت السابغة من اليمين ومن الشمال أكدت أن الرحم سليم مفوش أي أورام لفيا مفوش لحمية مفوش انسداد مفوش باي كورنت مش هو مقصوم اتنين ولا زرح مجزو كورنين والسابغة خرجت هنا الناحية دي لقينا هنا الأنبوبة سليمة الأنبوبة اليمين سليمة وخرجت منها السابغة الأنبوبة الشمال عند الإسمس عند علاقاتها بالرحم توقفت السابغة تماما أكدت أن الأنبوبة عن باكرت أبيها ومشتش فيها السابغة كده يؤكد بشكل أشكال مختلفة من الأشعب السابغة آخر صورة هنا هذا الرحم ودى الأنبوبتين لغاية اللي هم زي الشعرة دي أبيض وفي النهاية خالص تلاقي أن الأنبولة اتقفلت أو يعني النهاية في الآخر خالص اتقفلت السابغة مزودة وتكونت لأن الطريق طالما الطريق تقفل فأوله فأخره يعني هتلاقي العربات زحمت كده كأن السابغة دي عربيات ووسعت الطريق ووسعت الطريق وكمان في نفس الوقت في ارتشح فبدأت السابغة تأخذ الحيز اللي هو واسع ده وتعمل الشكل اللي احنا بنشوفه كل الشكر والتقدير طبعا للقيمة العلمية المتميزة لأستيس دكتور سيد الأخر سيد الشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنبي وجرحت المناظير المؤسس لمسيطة الأمم عضو الجامعتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطنة الرحمة المهاجرة في شرق الأوسط أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوضع العربي الأخ الأكبر والزميل والصديق في صداقة دامة سنوات طويلة وأفخر بها وأفخر بها شكرا شكرا جزيلا إحنا كده خلصنا حوارنا لكن خلي بالكم من نقطتين مهمين جدا ما زال الناس أنبههم على الشيشة وأنبههم على المخدرات وأنبههم على التدخين وبرضو الناس بتدخل لسه وبرضو هفضل أنا بي يعني أنا مش هيئس أبدا لآخر يوم في عمري هفضل أنا ودكتور سيد وفي البرنامج أنا بدا نتكلم ده هدف البرنامج يا دكتور عيني الوعي المستمر اللي بيزود باب الأمن بين باب الشعوازة طبعا فأنا أنا عايزكم وإنتوا كمان يعني معلش خلينا إيه نتنقش مع بعض خلينا نقرب من بعض في الحتة دي أنا عارف أني فيه ناس بتاخد الكلام ده بنوع من العند أنها تقول طب أنا بقى هشرب طب أنا نازلة دلوقتي هشرب شيشة طب أنا بقى إيه طب إيه رأيك بقى لأنا بشوفك في صحاب بتعرفهم مشربوا شيشة أنت ما تنصحش صحابك ليه لأ ما تنصحهم وأنا منصحكه وعندي سدادة أقول أزابي صحابك وكلهم اللي بشوف مشيشة في المرة جاء أو علاقهم وراي عادي جدا يعني أنت عارفين يا مقام من الدكاترة يا مقام من الماء في الخربة هتوحشوني بكرة حلقة جديدة من الدكتور إيه للقاء اشتركوا في القناة